نحن في معركة وجودية معكم أنتم تريدون أن يظل هذا الشعب تحت القبضة الأمنية والقمعية والقهرية والتجويع والتعطيل ونحن نريد نهضة البلاد هذا إذن معركة مستمرة بيننا وبينكم لكن نحذركم من التلاعب بحدود البلاد نحذركم من التلاعب بجغرافيا البلاد نحذركم من أن منطقة الجنوب الكبير رأي دول كثيرة جدا تريد أن تضع أيديها عليه هناك صراع عالمي على المعادن والما يسمى بلاتيرار والمعادن النادرة وهذا الصراع هو صراع صيني، روسي، تركي، برازيلي، هندي أمريكي، فرنسي، أوروبي وأنتم رأيكم تسهلوا في المهمة رأيكم تديروا القابلية للاستعمار والقابلية لتكسير الجزائر ولذلك أنه يتوجه إلى بعض الضباط اللي ما زال عندهم إخلاص لهذا الوطن ما يحدث في أقصى الجنوب وما يشرف عليه عجرود وكبار الضباط اللي معاه وما تقوم بالإدارة المدنية والعسكرية راه جريمة يجب أن تتوقف لأنها إذا لم تتوقف فأنتم ستسمحون وستدفعون جزء من السكان هناك إلى الارتماء في أيدي قوى خارجية وإذا علمنا أن بعض القوى تتربص بمالي وبالنيجر وبالتشاد وبالجزائر أيضا فإياكم أن تتحملوا مسؤولية أنكم لم تستطيعوا الحفاظ على حدود الجزائر هنا توجه إلى الضباط اللي ما زال عندهم أكيد حب لهذا الوطن وإخلاص له وإن كانوا تحت ضغمة إجرامية تتحكم فيه إذا كان شنغريحة أو من معه غير قادرين إذا لازم الإزاحتهم فليزاحوا ما لازمش نلعبوا بحدود البلاد ملايين الشهداء خاصة في الفترة الأخيرة ماتوا من أجل الحفاظ على هذا الوطن اللي انتمناه أنه يوما ما مع شقاءه في المغرب وفي تونس وفي ليبيا وفي بريطانيا نبني جميعا دولة مغاربية كبرى والله على الأقل اتحاد مغاربي لأن هذا العالم لا يرحم ضعفاء مغاربية كبرى والله على الأقل